والطريق البرية التي هي المتبقية الوحيدة حكماً ستمر عبر سوريا لأنه ليس هناك أي حدود للبنان إلا مع دولتين هما سوريا والعدو الإسرائيلي وحكماً هناك مناطق في سوريا يتم تخزين فيها سيادة العميد هذه المناطق اليوم تكلمنا بالفعل هناك برا وجوا وبحرا وغيرها لكن اليوم الحديث عن القصف عن جسور وطرقات أيضاً يعني برأيك إسرائيل اليوم نجحت ولو مؤقتاً في وقف هذه الإمدادات؟ إن إسرائيل تقوم منذ فترة طويلة بمراقبة الأجواء السورية، بمراقبة الأراضي السورية من البوكمال إلى الحدود اللبنانية ولبنان أيضاً بوسطة المسيارات التي هي تعمل على 24 على 24 و7 على 7 وقبل الحرب، قبل المرحلة العنيفة التي فتحت منذ 27 أيلول وحتى الآن كان هناك كما يقال والتقارير الغربية تقول أن هناك 50 مسيارة في الأجواء اللبنانية وحدها تراقب الأراضي اللبنانية فإذن إسرائيل تراقب التحركات من الحدود العراقية إلى الحدود اللبنانية إلى الداخل اللبنانية تحركات كل ما تشتبه به تكون بقصفه واستهدافه فهل نجحت 100%؟ طبعاً ليس هناك أمر ينجح 100% والكمال لله فقط فلا تستطيع إسرائيل أن تمنع 100% الأسلحة من أن تصل إلى حزب الله طبعاً تكون باستهداف أعداد كبيرة من الأسلحة تكون باستهداف أعداد كبيرة من منصات إطلاق الصواريخ وقد رأينا قبل قليل أن هناك تقرير عن 140 منصة صواريخ لا أحد يعرف هذه المنصات قد تكون من منصات قصيرة المدى كالكاتيوشا العادية 105-107 مليمتر أو الإجراد أو المتوسطة المدى أو الطويلة المدى ترجمة نانسي قنقر